ونهاردة الصحافة المصرية كلها بتودع أحد كبارها الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جلال دويدار اللي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة الكاتب الكبير ورئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق عن عمر يناهز 86 عام الأستاذ جلال دويدار واحد من رموز وأعمدة وقامات الصحافة المصرية مؤسسة أخبار اليوم هي واحدة من المؤسسات الكبرى في مصر وهو أحد أعمدتها في العصر الحديث لما تابع رحلة هذا الرجل أنه رحلة عطاءه في بلاط صاحبة الجلالة وده المصطلح المحبب لكل من يحترم الصحافة ويحبها هي اسمها صاحبة الجلالة وليست صاحبة الترند ولم تكن أبدا صاحبة فقط السبق لكن صاحبة الموضوع والقصة والهدف دول بقى كبرات الشغلانة أو كبرات المهنة اللي صنفوها وعرفوها وقدموها لنا على مدار عمرهم الكاتب الصحفي الأستاذ جلال لمدة نصف قرن من العطاء كان بيعمل في هذه المهنة العظيمة اللي بدأها أو بدأ رحلته مع الصحافة سنة 1957 تم تعيينه في جريدة الأخبار كمراسل والحاجة الجميلة اللي تعرفها أنه تعين كمراسل قبل حتى ما يتخرج من كلية الأداب بسنتين لأنه رأته الجريدة في وقتها أنه شخص عنده تفوق مهني وعنده موهبة حقيقية وعشان كده هتلاقي أنه هذه الرحلة الطويلة من العطاء والاستمرارية في العطاء حتى بعد توقفه عن رئاسة تحرير أخبار اليوم أنه ظل في كتابة أو يعني امتهن كتابة المقالات وكان مشارك حقيقي في الساحة الصحفية بقدر كبير من يعني هدوء العظماء بمجرد إعلان خبر وفاة الكاتب الكبير النجلس الأعلى لإعلام قدم نعيه للكاتب الراحل جلال دويدار وتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد والأسرة الصحفية والزملاء بجريدة الأخبار ومؤسسة أخبار اليوم داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان الحقيقة أنه الموت علينا حق لكن القامات الكبيرة لما بتمشي وتصبنا كده بيبعدنا أسئلة كتيرة عن استمرارية الرسالة واستمرارية الأداء المتميز للكبار